اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمو الشيخ بن حمد الخليفة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الفحص البيطري للجياد الذي اقيم في قرية البطولة وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على لقاء الفرسان في القرية والجهاز الفني للفريق حيث وجه سموه فرسان الفريق بمضاعفة الجهود والسعي دائما لتحقيق افضل النتائج في البطولة وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الفريق الملكي للقدرة يسير بخطى ثابتة نحو مواصلة تأكيد مكانته المرموقة في السباقات الاوروبية بعد سلسلة من الانجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية مبينا سموه الى ان التواجد البحريني في فرنسا سيحقق العديد من المكاسب للفريق واوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الفريق الملكي جسد الامكانيات العالية التي تمتلكها القدرة البحرينية خلال المحافل الاخيرة من خلال حصد العديد من الانجازات التي وضعت الفريق في الريادة في الساحة الاوروبية مشيرا سموه الى ان طموحات الفريق الملكي منصبه نحو مواصلة حصد الانجازات والتواجد البارز في المحافل الاوروبية وسيقود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فرسان الفريق في سباق 160 كيلو متر اضافة الى مشاركة بحرينية للفرسان في سباق 127 كيلو متر وسباق 100 كيلو متر كما ستشهد المشاركة البحرينية حضورا بارزا يوم السبت في سباق 120 كيلو متر للعموم و120 كيلو متر للناشئين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة